روسيا على بوابة الأزمة اليمنية لقاءات مكثفة يجريها مسؤولون روس مع عدد من الأطراف اليمنية في عواصم عربية ما يشير إلى أن الدور الروسي الذي بقي هامشيا خلال المرحلة الماضية في طريقه ليصبح واحدا من أبرز الأدوار المؤثرة على المشهد اليمني بحسب مراقبين نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بلاده للشرق الأوسط ميخايل بغدانوف التقى فريقا من المجلس الانتقالي الجنوبي وقيادات من المؤتمر الشعبي العام بالإضافة إلى مسؤولين إماراتيين في أبوظبي كما التقى في عمان وفدا من ميليشيا الحوثي وفي الرياض يلتقي نائب وزير الخارجية في الحكومة الشرعية مع سفير روسيا الاتحادية لدى اليمن تقول روسيا إنها تسعى للتوصل إلى حل توافقي للأزمة اليمنية عبر استغلال علاقتها الجيدة مع مختلف الأطراف هذا التحرك اللافت من جانب موسكو يأتي إثر المصادمات الأخيرة في عدن بين المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للإنفصال والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا اللافت أنه رغم المساعي الإماراتية للتقارب مع روسيا إلا أن الموقف الروسي كان واضحا من قصفها الجيش الوطني في عدن وأبيان ويكاد يكون الموقف الدولي الوحيد الذي أدان الحادثة تعترف روسيا بالحكومة الشرعية وتدعمها على مستوى الخطاب الدبلوماسي لكنها في المقابل قدمت خدمات جليلة لميليشيا الحوثي طوال فترة الحرب حيث كسب الحوثيون الفيت الروسي في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يقضي بتجديد حظر نقل السلاح إلى اليمن مع التنديد بإيران تلقي روسيا برأس مالها السياسي في اليمن لكن لا أحد يجزم ما إذا كان لدى موسكو القدرة على تحويل علاقتها الجيدة بالأطراف اليمنية إلى إنجاز لم تستطع تحقيقه الأمم المتحدة ويرى البعض أن الدورة الروسية المتصاعدة في الملف اليمني لا يخلو من أجندات غامضة وربما يكون محاولة لإعادة التموضع كوريث للإتحاد السوفيتي بحضوره التاريخي في اليمن فيما تسعى الشرعية للاستفادة من الحضور الروسي وانتزاع موقف دولي لصالحها خصوصا أن موسكو ستترأس مجلس الأمن في الأيام القليلة القادمة ولكن ذلك يبقى مرهونا بالهدف الرئيس من هذا الحراك الروسي